تطورات جديدة في قضية نبيل القروي اللي تم رسمياً قرار إطلاق ثراحه وين أكد ناطق باسم القطب القضاء الاقتصادي والمالي محسن ديلي أنه قضي تحقيق بالقطب قرر الإفراج المؤقت على نبيل القروي بضمان تأمين مبلغ مالي قدره 10 مليون دينار وأوضح ديلي أن الإفراج عن القروي ومغادرته السجن لن يتم إلا بعد تأمين المبلغ المذكور اللي هو 10 مليارات في خزينة الدولة مسؤول آخر ومحامي عضو لجنة الدفاع نبيل القروي نزيه السويعي أكد أنه قضي تحقيق بالقطب القضائي المالي قرر الإفراج على رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي مقابل توفير ضمان مالي جاءت به نتيجة الاختبار التكميلي اللي تم إجراءه في القضية اللي تعلقت به وبعد هذا القرار راجت على مواقع التواصل الاجتماعي انتقادة كبيرة لراشد الغنوشي رئيس حركة النهضة من قبل عدة أطراف قضائية وإلا متابعين للشأن العام وقالوا اللي قرر الإفراج تم بضغط من راشد الغنوشي اللي في كل مرة يخرج ويقول بش يخرج معزز مكرم نبيل القروي ما عندوش حتى اتهامة جدية وملفه فرخ هذا حسب تعبيره لأثار به انتقادات الشي اللي خل الناس تحكي على وجود صفقة بين راشد الغنوشي ونبيل القروي بما أنه لا إحد سحب ثقة حاضرة وفما 103 إلى حد الآن نائب ممذي عليها دونك حان الوقت بش يخرج نبيل القروي بش كتلة قلب تونس هي اللي تحسم الأمر وتصوت لصالح راشد الغنوشي وهكيكا ما يخسرش الكرسي متاعه في البرلمين ما تنسيوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس بش وصيلكم الفيديو القادم